انتقل أحمد مع عائلته للسكن في مخيم بالقرب من بيته المدمر في مدينة أنطاكيا أملا بحصوله على تعويض عاجل بدلا من أن يغادر المدينة يتحضر وسكان المخيم للمشاركة في الانتخابات التركية المقبلة في وقت تقوم الأحزاب السياسية بحملات انتخابية خجولة وسط الدمار الذي ملأ شوارع المدينة السياسة لم تعد تهمنا الحكومة ممكن أن تتغير لكن الوطن باق بالتالي نحن الأتراك وكل من يعيش في دولتنا يجب أن يكون همنا المشترك حب الوطن والحفاظ عليه من الركام إلى صناديق الاقتراع في هتاي التي تسيطر عليها أيديولوجيات تاريخية وانتماءات حزبية تدفع السكان للاستخاف السياسي مع الأحزاب المتنافسة على السلطة زادت كارثة الزلزال من تشبث الأتراك بخياراتهم وانتماءاتهم الشعب وإخوة لكن السياسة فرقتنا في ريحانية وهذه المنطقة يعطون أصواتهم لأردوغان لكن إذا انتقلنا إلى المنطقة الشاحلية فأحبتنا وأقاربنا هناك يعطون أصواتهم للأحزاب المعارضة يجب أن لا تفريق بيننا الانتخابات اذهبوا إلى الانتخابات واعطوا صوتكم لمن تحبون شهدت هتاي تدميراً واسعاً بفعل الزلزال الذي جعل أكثر من تسعين بالمئة من منازلها ضمن قائمة الهدم استمرت الأحزاب السياسية بتراشق الاتهامات على أنقاض مدينة مدمرة في وقت ينتظر السكان لملمة الجراحي وجبر الضرر بالرغم أن الوالي والبلديات يتبعون للحكومة فقدنا الكثير من الأشخاص تحت الأنقاض بسبب التقصير والتأخير والحكومة تتظاهر بالحزن لخداعنا سينعكس ذلك على الانتخابات بالتأكيد تشير توقعات إلى استمرار سيطرة المعارضة على النسبة الأعلى في انتخابات هتاي بينما يبدي الناخبون مخاوفهم من عدم قدرة الأحزاب السياسية على الإيفاء بوعودهم خلال الفترة المقبلة بسبب حجم الدمار والخسائر الكبيرة في المدينة مسلم سيد عيسى الحدث مدينة أنطاكيا جنوبية تركيا لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب الضغط على سر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر